هو أولاً فريرة من اللي بيحبه أربعة ثلاثة ده كريم أحمد ثانياً حبه لها كان لدرجة إن ده عيبه إنه مش مارن فنية فأنا شايف عكس كلامك الصراحة عدم المرونة الفنية مش مرتبطة بإنه بيستخدم أسلوب لعب واحد وخلينا أضرب لك مثال يا أستاذ كريم أحمد يورجن كلوب هل يورجن كلوب تقدر تقول إنه معندوش مرونة فنية؟ طيب يورجن كلوب بيستخدم خطة إيه؟ أربعة ثلاثة ثلاثة هل بيغيرها؟ أربعة ثلاثة ثلاثة في حد ذاتها مش طريقة لعب جامدة مش طريقة لعب بتليق على منافسين ولا تليق على آخرين أربعة ثلاثة ثلاثة هي خطة برسلونة على سبيل المثال لفترات طويلة جداً في الحياة هي خطة تقدر تلعب بيها جيم استحواز وتقدر تلعب بيها جيم دفاعي على حسب الأوراق اللي أنت مختارها وعلى حسب الإسلوب اللي أنت بتلعب بيه يعني مثلا فيه مدربين بتلعب بدفاع مخفض لو المدافعين ما عندهمش سرعات وفيه مدربين زي يورجين كلوب بيلعب بدفاع عالي عشان عنده فيرجل فاندايك لما يغيب فيرجل فاندايك ليفربول يدخل في كارثة دفاعية على سبيل المثال كان في الموسم الماضي فتم التعاقد مع مدافعين في موسم الانتقالات الماضي الصيف اللي فات لليفربول علشان لما يغيب فيرجل فاندايك نقدر نلعب بنفس اسلوب اللعب فاسلوب اللعب مش معناه او الخطة اربعة تلاتة تلاتة هو ده مش اسلوب اللعب ده الخطة ده اللي هنبتدي منه التحرك بعد كده بقى هنلعب كرة هجومية هنلعب على الاستحواز هنلعب كرة طولية هنلعب على الضغط العالي هنلعب على التراجع الدفاعي ده حاجات ده اسلوب اللعب وبالتالي المرونة ملهاش علاقة بالخطة لو بتاخد رأي يعني